بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطالب و السلام عليكم و الله و كاتو نستكمل المحاطرة السابقة في موضوع قسم الخزينة و نبدأ على برد الله بالمحاطرة الثانية في موضوع قسم الخزينة شباب قبل أن نبدأ في أن نور نقطة واحدة أنا في المثال السابق لما كانت لي السؤال يقول قام أصحاب قام أصحاب الودائع آسف قام أصحاب أصحاب طالب الحسابات الجارية بإدراع مية وخمسين ألف دينار دينار في حساباتهم هنا يا شباب بدنا نعرف ماذا يعني حسابات جاية وبعدين هنا لداع لداع مبلغ مبلغ ايش؟ نقضي ماذا يعني مبلغ نقضي؟ يعني خزينة البنك خزينة البنك حزين نقضي مية وخمسين الف من حساب الخزينة الرئيسية إلى حساب إلى حساب مين؟ حسابات تجارية دائنة السؤال السؤال ما هي حسابات تجارية دائنة؟ تعرف الشباب على أي حسابات تجارية شباب أنا إما أوضع بالبنك أو أسحب من البنك سواء أضعف أو سواء أسحبت فأنا بسحب من رصيد حسابي في البنك رصيد حسابي في البنك يعني هاي البنك أنا بوضع فيه مبلغ ما بوضع بمثلا مية وخمسين الف نقضي 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 تمام؟ أنا أولا أضع أنا في البنك إلي حساب اسمه حساب جاري بالبنك الحساب الجاري في دفاتر البنك بالنسبة للبنك أو مسبة إلي أنا؟ بالنسبة للبنك إذا شباب بدأ نأخذ موضع قاعدة أنه أنا في محاسبة بنوك الحديث يتم بما يخص دفاتر البنك يعني أتكلم باسم البنك أنا المحاسب في قلب البنك في داخل البنك تمام؟ طيب أنا لما أوضع المبلغ هذا طيب السؤال هذا هذا ملك إلي ولا أنا ملك للبنك؟ ملك إلي طيب لما البنك أخذ مني المبلغ هذا أصبح التزام على البنك إنه في آخر اليوم بده رجعني المبلغ فهذا نسمي نسبات جارية إيش؟ دائنة أي أي التزام على البنك بإرجاع المبلغ حين الطلب حين إيش؟ الطلب إذا لو أنا أروحك عملت ميزانية البنك ميزانية صغيرة هيكي وقلت هذي ميزانية البنك وما بيش ولا معاملة إلا المعاملة هذي إيش هكوا عندي؟ هاي أصول البنك عبارها عن إيش؟ نقية في الخزينة اللي هي مية وخمسين ألف وعندي خصوم أو التزامات القديس مية وخمسين ألف تحت حساب حسابات جارية دائنة والكلام هذي هنأخذه في في ما هو في قسم أو في وحدة قسم الحسابات الجارية بس للمعرفة إنه أنا هنأخذه أصبح حسابات جارية دائنة على البنك دائنة على البنك فأنا في حالة الإداع في حالة الإداع سيكون إلى حسابات جارية دائنة إلى حسابات جارية دائنة فهنا الرصيد الدائن سيزيد بالإداع سيزيد بالإداع سيزيد بالإداع بإيش؟ بعمل الإداع تمام؟ تمام طب لو خذنا عكس المسألة مسألة قلنا قام أصحاب الحسابات الجارية للسحل مبلغ عشرين ألف دينار من حساباتهم إيش هكون هنا عندي المسألة؟ سحل حسابة حسابة ماذا؟ سيكون تلقية نخضة طب لو لم أحكيش غير حياة تانية نخضة أنا بروحة للبن أسحب أموال طبعا حسابة نخضة طب لو لم يذكر تلقية غير خلاف ذلك تمام؟ تمام ماذا أقول هنا؟ أقول من حسابي لعزاب حسابة حسابة خزينة البنك لا تتكلم عن حالة لا تتكلم عن شركتي لا تتكلم عن نفسي أموال عندما أستحب أنا مصار حسابة معي لك منظر إلى نفسي منظر إلى خزينة البنك ما سيحدث فيها؟ ستنقص إذن إلى حساب خزينة الرئيسية خزينة الرئيسية خزينة الرئيسية حسنا 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 هذه الحسامات في البنك تعطي وهو التزار على البنك أن يرجع المبلغ إلى يرجع المبلغ إلى سؤال ما صار فيها؟ ما صار فيها؟ ما صار فيها؟ نقصت فهنا حساب دائن طبيعته حساب طبيعته دائن لما ينقص بدي أعمل حاجة اسمها حركة مدينة حركة مدينة هذا الموجة كسب السالب طبعا هناخد عكس الطبيعي حساب حساب دائن هناخد مدينة حركة مدينة من حساب حسابات جارية دائنة الحركة ما لها؟ مدينة المبلغ عشرين ألف وهذا هنطرق بالتفصيل في منطوع قصر الحسابات الجارية تمامكك؟ نجعل الموضوعنا تماما دعونا نكمل يا شباب عند تبريل التاب صفحة 50 تبريل أول يقول لي كان رصيد الخزينة الرئيسية صباح اليوم اثنين مليون ونصف دينار اثنين مليون ونصف دينار وتابة العمالة التالية ايش محظيم هنا؟ انه هذا رصيد طبعا مش لقيت رصيده معلومة انه انا عندي رصيد تم رجب؟ طيب تم تزويد الصندوق الفرعي للمدفوعات قيمة متين ألف في صباح ذلك اليوم طبعا قلنا اثنين هانا ما بشتد محاسبة ولكن فيه حيصار بكشفات تمام؟ تمام او بسميه قيد فرعي ملناش فيه او قيد مأخط تمام؟ تم دفع المبلد التالية مين لدفع؟ التفاقدة انه بدفع صدوق المدفوعات تمام؟ اذا هنقول من حساب من حساب مين؟ من حساب مازكورين الى مين؟ الى خزينة اذا من حساب مازكورين؟ من حساب من حساب مازكورين؟ اللي هو حسابات جارية دائنة ثلاثين ألف حسابات جارية مدينة عشيئا الحسابات جارية مدينة عكس الدائنة ونحكي عنها المدينة مشابكة كثيرا الى حساب الجارية الدائنة تمام؟ رواتب خمسين ألف تجارات أربعين ألف أربعين ألف مصاريب كهرباء عشر ألاف وداع توفير شباب وديعة توفير هنا وديعة توضع في البن المدينة لمدة معينة وهذا تستخدم لصغار المدين مقابلة في الفوض سوف نحكي عن ما نحكي عنها 250 شباب إلى حساب الخزينة الرئيسية قلنا حتى لو كان حتى لو كان الصندوق المدفع المدفع التزياد هنا في القيود في الدفاة المدفع اليومية المنتزي سيكون المقيمة الإجمالية وباسم الخزينة الرئيسية تمام؟ تعال نحسف خمسين مئة مئة وخمسين مئة وخمسة سبعين ألف تمام؟ تمام هذا رقم اثنين رقم ثلاثة تمام خبط من القوة الخزينة إذن من حساب خزينة أضائسية إلى مستوري شو مين؟ حسابات جالة دائنة حسابات جارية مدينة حسابات جارية مدينة سلط وقرود كمبيالات محصرة محصرة تامينة تامينة محصرة محصرة تمام؟ تمام؟ هكي أنا عملت القوة اللازمة باقعة هي الكشفات هو كشف الخزينة الرئيسية وكشف صندوق المدفعات وكشف صندوق النقطة تعال سنة هذه خزينة كشف حركة خزينة رئيسية هنا قابلت صار أو مقضات المدفعات ها؟ كشف حركة صندوق المدفعات كشف حركة صندوق المنطقة تعال شكرا بحكي لي إنو أنا الخزينة الرئيسية كان فيها رصيد كان قلت الرصيد اتنين مليون ونصف تمام تمام صباح اليوم تم تزويد صندوق المدفعات لنبلغ 200 ألف لأجل صرفهم على المصرفات إذن هنقول عندهم 200 ألف مرسل إلى صندوق المدفعات المدفعات نرسل إلى صندوق المدفعات تمام حكي؟ تمام بالنسبة لإهان صرف بالنسبة لخزينة الصرف بالنسبة لصندوق المدفعات قابلت إهان دي حام هان الثاني الآن مستلم من الخزينة الرئيسية مستلم من الخزينة الرئيسية حيث ندخل الحركات هنا كل هذا مدفعات في حركة وحدة بدل من الثالث حليناها نكون حركة لوحدة 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 مجزة هنا جب ليهم مرة واحدة فأنت أيام تعمل مجزة يبتع من مرة واحدة ولكن عشان هوا السؤال فنمدهم إيش مرة واحدة فأنت الصح إنهم كل قيدة هاي ولكن حين هما بعض يجوا فنكتبوا مرة واحدة فعندك الخيار مرة واحدة تمام هذا مقبضات وهنا طرف إيش المدفعات تمام تعالي نشوف المبالغ في الكشف المتوعة ستحق الجرد متوعة عندي 30 ألف حسابات جارية دائنة 20 ألف حسابات جارية مدينة 50 ألف رواتب 40 ألف إجارات 10 ألف كهرادة 25 ألف فدائع تلت صندوق المتوعة قبل تجار المتوعة جانبي سبعين ألف السبب جارية دائنة 25 ألف سبب جارية مدينة 50 ألف سلط وقروض 50 ألف إبليلات مقبوضة أو محصلة و 35 ألف كاملات أمينة تمام انتهى اليوم انتهى اليوم فالمفروض كل صندوق الأمين صندوق يروح يعمل كشف يرفق مع المستادات اللازمة بعدين يروح يراحي يلقي القيم المتباقية عنده إلى الخازينة فلو عملنا ها بالنسبة لصندوق المنقوضات المجموعة لديش ليس حاجة هنا إذا مجموحنا لديش بدينا 50 ألف 22 ألف إذا هان عندنا 22 ألف إذا هكون عندها الرصيد المرضى لديش إذا هم عندنا 22 ألف وين هيروح مرحل إلى خزينة رئيسية وحياكم مرة خدقة وحنروح لخزينة رأسية بستلة من صندوق المنقوضات المنقوضات تمام؟ تمام الآن في تشب صندوق المدفعات استلم 200 ألف وكما شرف منهم اجمعهم تبدينا إلى مئة وخمس وفوين ألف كلمة المتباقية لدي صندوق المدفعات خمسة وعشرين ألف هيروحل إلى خزينة رئيسية نجد خزينة رئيسية مستلم من صندوق وعلى المنقوضات يدعم التقسير ثان حضرت أن 200 ألف 200 ألف يعمل لجميع 200 ألف لهذا و لهذا حين خلصنا من هير مطبخ عليه إيش أروح أرى كمه الرصيد في نهاية اليوم في الخزينة رأسية تعالجنا ونرى ما لدي 200 ألف استلمنا 220 ألف استلمنا 25 ألف دفعنا الخزينة الفرعية إلى 200 ألف إذا المتبقي عندي سيكون 2 مليون خمسمية وخمسة أربعين ألف 2 مليون خمسمية وخمسة أربعين ألف أربعين ألف 2 مليون 3 مليون 1 مليون 2 مليون 3 مليون 1 مليون 3 مليون تمام؟ تمام؟ هذا مليون يبقى المخصة التبرية الأول والتبرية الثانية مشاربة جداً للتبرية الأول فقط هناك أول قيد قيد افتتاحة هو قيد الأسيس البنك سنقول فيه من حساب مذكورين البنك المنتز البنك العربي خزينة راسية راس المان على ربك الله حلوة يا شباب إن شاء الله سيكملنا معنا أي استفسارات المثلة واضحة الأمسة سهلة لهذا الوقت فاتكلم عن مبادئ محاسبة واحد ما فيها إلا مصطلحات وحسابات جديدة مثل حسابات جارة دائمة وكلام على دو الساعة وسع وسعيدهم مرة ثلاثة ثلاثة السلف بالنسبة للبنك البنك استلام سلفة آسف بالنسبة للبنك آه بالنسبة للبنك هنا استلام قرد من بنك ثاني آآ حصل كم يال حصل تأمين واحد آآ بده خطار ضمان أو بده تعافل بده ندفع تأمين دفع تأمين تمام مكت؟ فحصلنا قيمة التأمين كلنا نحصل خلال الفزينة طيب عشان مبدئيا نطلب المعبلة هذه عندك في الضرفة اللي انت بتستوعب اللي هو الخزينة الرئيسية إذا الخزينة الرئيسية زالت أو نكسر زالت إذا هنقول من حساب تأمين رئيسية بعدها بعد ذلك نكتب أي حساب لقيه قدامنا من سجده إلى حساب حسابات جاية هنا عكسة هنا تنلاحظ عندك رواتب مصروف انتبع تمام؟ الراتب هذا معروف أنه مصروف طبعا هنقول من حساب الرواتب كيف انتباع عن طريق خزينة؟ إذا نخزين المال نكسر إذا بحاجة من نقيس ما يقولون خليل زينة؟ يلاحظ حساب الخزينة الرئيسية المبادل العملاء سحبوا من حساباتهم هايوا سحبوا من حسابات الهان كمان مصروفات الرواتب الموظفين سحبوا صحاب المحل أخذوا إجراتهم سحبوا مصروف الكهرباء أخذت قيمة الكهرباء مصروفات برضو وصحاب الوداعي للتوفير سحب ودعبتهم كل من سحب خلال الخزينة فالخزينة منها كانت دائمة طبعا في عين الدفطة اليومية المساعد هنخليه لما في المحضة الثانية هنشرحوا بالتفصيل وعلى بركة الله يطيكو الألف عامل